فيما تطغى البهجة على قرية فرعون جنوب مدينة تلكرم بعيد الأضحى تعيش عائلة الشيخ يوسف حالة من الحزن والألم الشديد فقد فقدت الأسرة قبل ثلاثة أيام معيلها كما أن خلف سجون الاحتلال الإسرائيلي يغيب اثنين من أبنائها الأمر الذي جعل من عيد الأضحى عيدا للغياب والحرمان وضع الشعب الفلسطيني الشهو بين شهيد وأسير ومشرد وما إلى ذلك ومنذ قرابة عامين اعتقل الاحتلال الإسرائيلي الشقيقين عبدالستار وحمزة من منزلهما واقتدهما إلى معسكرات التحقيق من ثم إلى سجن جالبوع ومنذ ذلك يماطل الاحتلال الإسرائيلي في محاكمتهما من شهر لآخر لازم نرفع روسنا وتمنى لكل مرأة فلسطينية إلها سجين إنها تتباهى في هذا الإشي ما نحزن ولا نساوي السجين بطلع ومع غياب ثلاثة من أفراد العائلة فإنما تبقى هو الذكريات ومشهد الأعياد السابقة فقد تبدلت حيوية المنزل إلى صمت يطبق على الجميع في لحظات تصير تتذكر كيف أنت وأخوك كنتم موجودين مع لمة البيت ولمة العائلة وما شابه فالعيد بفقد بهجته في عدم تكامل الأسرة وعدم وجود الأسرة وأنت بتحكي عن مش أسير واحد بتحكي عن أسيرين فعدم وجودهم بيننا عمل نوع من الفراغ يعني نوع من الشوق الحنان الحب وتنتظر عائلة الشيخ يوسف مطلع الشهر القادم إذ من المفترض أن يعرض أبناؤها على محاكم الاحتلال لإصدار أحكام السجن ومن ثم الانتظار لبشائر الحرية ما تعيشه عائلة الشيخ يوسف هو جزء من عذابات لألاف الأسر الفلسطينية إذ تواصل إسرائيل لعب دور الجلاد الذي لم يبق للفرح مكانا لكن تتبدل هذه القاعدة المطلقة إسرائيليا مع إيمان الشعب الفلسطيني بأن لا غرف التوقيف باقية ولا زراد السلاسل خالد ابناء قناة الغد من قرية فرعون جنوبة الكرم فلسطين موسيقى